يعتقد معظم الناس أن لعبة الشطرنج تحتاج وقتا طويلا حتى تنتهي لكن هذا غير صحيح ففي حلقة اليوم سنتحدث عن أسرع الطرق للفوز بلعبة الشطرنج في البداية بعض المعلومات العامة عن لعبة الشطرنج ظهرت لعبة الشطرنج لأول مرة في الهند ثم انتقلت إلى بلاد فارس ثم إلى البلدان الإسلامية بعد أن قام المسلمون بفتح بلاد فارس ثم انتشرت في كافة أرجاء العالم أطول لعبة الشطرنج مسجلة كانت في عام 1989 للميلاد حيث دامت ما يقارب ال269 حركة واستغرقت 20 ساعة و15 دقيقة وانتهت بالتعادل في حلقة اليوم سنشاهد أسرع ثلاث طرق للفوز بلعبة الشطرنج أول طريقة هي للفوز بأربع حركات لكي تنجح هذه الطريقة على الأبيض أن يسيطر على الخانة F7 يحرك الأبيض الجندي إلى الخانة E4 فاتح عن الطريق أمام الوزير والفيل الأسود يقوم بالرد ويحرك إلى E5 لنفس السبب يحرك الأبيض الفيل إلى C4 يحرك الأسود الحصان إلى C6 لكي يدعم جنديه في المنتظر يحرك الأبيض الوزير إلى النقطة F3 الآن حركة واحدة تفصل الأبيض عن السيطرة على الخانة F7 إذا لم ينتبه الأسود وحرك جنديه إلى D6 يحرك الأبيض الوزير إلى F7 وانتهت اللعبة لا يستطيع الملك الفرار ولا يستطيع قتل الوزير كونه محمي بالفيل الآن الطريقة الثانية للفوز بثلاث حركات يحرك الأبيض الجندي إلى الخانة E4 فاتحاً الطريق أمام الوزير والفيل الأسود يقوم بالرد ويحرك إلى E5 لنفس السبب يحرك الأبيض الوزير إلى الخانة H5 ليصبح الوزير في وضعية الهجوم الآن أغطى الحركة للأسود هي أن يحرك الحصان إلى C6 لكن إن لم يفعل وحرك الأسود الملك لسبب ما إلى E7 يقتل الوزير الجندي ومات الشاه لا يستطيع الملك الهرب أو القضاء على الوزير فانتهت اللعبة الآن آخر طريقة وهي للفوز بحركتين لللاعب الأسود هذه الطريقة ممكنة في حال كان اللعب مبتدئ جداً في الشطرنج يحرك الأبيض جنديه إلى F4 يحرك الأسود الجندي إلى الخانة E6 فاتحاً الطريق أمام الوزير والفيل يحرك الأبيض جنديه إلى G4 يحرك الأسود وزيره إلى H4 وانتهت اللعبة فلا يستطيع الأبيض الهرب أو قتل الوزير وبهذا تكون انتهت حلقة جديدة من برنامج لم أكن أعلم إن أردت مساعدتنا شارك هذا المقطع مع أصدقائك كان معكم بشار الإبراهيم وكما هو الأمر دائماً شكراً على المشاهدة